السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم يا شباب في المحاضرة دي هنتكلم عن الموديولز الخاصة بالفاير ألار طبعا الموديولز دي عبارة عن وحدات الغرض منها 3 حاجات التحكم المانجمنت والمنجمنت الإدارة والكنترول التحكم والمونيتورينج أو المرأبة في عندي أول ديفايس اللي هو الكنترول موديول زي ما احنا شايفين كده ده شكل الكنترول موديول ده الفاير كنترول موديول مثلا هنا الموديول بي اكس دي اي سي ام طيب الكنترول موديول ده احنا بندله اختصار سي ام كنترول موديول تمام ده بيبقى اوتبوت فروم الفاير ألارب كنترول بانيل من اسمه كده نقدر نفهم ان الغرض منه التحكم تمام في حاجات لما يحصل انظار حريق الموديول ده بينقل اشارة من الفاير ألارب كنترول البانيل للجهاز اللي انا عايز اشغله زي ايه اشغل او افصل طبعا لو انا عايز مثلا اعمل ايقاف للمصاعد في حالة الفاير فانا بستخدم الكنترول موديول في الرب بين الفاير والكنترول الخاص بالمصاعد عشان اعمل ايقاف للمصاعد طيب لو انا عايز افصل بعض لوحات الكهرباء اللي ممكن لو مشغلها مثلا معدات معينة تتسبب في ان الحريق ده يزيد مثلا فانا عايز افصل لوحات الكهرباء فاستخدم كنترول موديول لو انا عايز اشغل مراوح سحب الدخان في حالة حدوث الفاير الاكزو мам يعني انا عايز اشغل مراوح سحب الدخان اشغل الاكزوisine في استخدم كنترول موديول لو انا عايز اعمل ايقاف لدخول او ضخ الهوى الفريش اير تمام برضو بستخدم control module زي ما احنا شايفين كده هنا في عندي مثلا exhaust fan وانا هنا بستخدم DC relay normal open normal close تمام وبوصل اطراف ال relay على control module واطراف control module واخدة طبعا من power supply 24 volt DC والسيجنال هتتاخد من fire alarm control panel يعني تاني ركز معايا هاخد سيجنال من fire alarm control panel fire alarm control panel متصلة بكابل على control module control module دي واخدة تخزية 24 volt من power supply control module هي اللي وصلة على ال relay او DC relay تمام وال relay ده هو اللي متصل بالexhaust تمام بالexhaust fan يبقى fire alarm هتدي control module والcontrol module هي الوسيط بين الexhaust fan من خلال ال relay وانا كده اقدر تمام اعمل عملية تشغيل لمراوح مثلا سحب الدخان اللي هي الexhaust fan طيب النوع التاني اللي هو monitor module ده input 2 يعني انت خلي بالك حتة مهمة جدا control module بتاخد output from تمام يعني هي بتاخد signal من fire alarm control panel بتدي control module اما monitor module ده input 2 fire alarm control panel تمام وبالتالي نقدر نقول اني وظيفتها مرأبة عمليات معينة طبعا الموديول بيكون ليه ادرس وبيتم ربطه على حاجات conventional سواء كانت detectors حساسات او switch hat عشان اعرف اذا كانت حالة مثلا معدة او مروحة شغالة ولا لأ وبالتالي انا بستخدم monitor module يبقى عايزك تبقى مركز معي monitor module تعتبر input tool fire alarm control panel يعني انا حضطها عيني اللي انا بشوف بيها واقدر ادي تمام input للfire alarm control panel من خلال monitor module هي حتى من اسمها monitor بتعمل مرأبة فهي بتدخل signal من fire alarm control panel اما control module تمام فهي بتاخد من fire alarm control panel وبتدي devices زي مراوح سحب الدخان طبعا ايه الحاجات اللي نقدر رائبها بالموديول ده اول حاجة اللي هو flow switch flow switch ده موجود على مواسير مكافحة الحريق fire fighting system زي ما احنا شايفين كده في الصورة بيبقى راكب على انظمة مكافحة الحريق تمام فيه flow switch بيوضح تمام عملية مرور الميا في مواسير اطفاء الحريق طيب لما يشتغل ده معناه ان السريان بتاع الميا حصل نتيجة لوجود حريق تمام ومحاولة نظام المكافحة تمام عشان ان هو يبدأ يشتغل الحاجة التانية ان انا اقدر ارائب به المحبس العمومي تمام اللي المفترض ان المحبس العمومي نفسه يكون مفتوح دايما عشان يقدر يغزي نظام مكافحة الحريق اللي احنا بنسميه التامبر سويتش اللي هو على المحبس العمومي شغال دايما فانا بحط عليه حد يتأكد ان التامبر سويتش تمام شغال التامبر سويتش الخاص بالفاير فايتنج شغال وبحط على الجزء الخاص بالفلو سويتش برضو مونتر ميديول عشان اأكد ان المواسير الخاصة بسريان الحريق بتمر فيها الميا فانا بحط على المحبس الرئيسي تمبر سويتش وعلى الفلو سويتش اربطه بمونتر ميديول طبعا في عندي الدور هولدر ده بيبقى موجود زي ما احنا هنشوف كده عبارة عن قطعتين في قطعة تركب على الباب اللي هي على اليسار دي تمام اللي هي دي والقطعة التانية تركب في الجدار هدفها ان هي بتعمل دور هولدر اول واحد هيفتح الباب ما يرجعش الباب يقفل تاني زي ما احنا هنشوف كده في الصورة ادي الضالفة بتاعت الباب وهي ركبة وراء الجزء اللي فيه الجزء الاحمر ده اللي هو واصل في الجدار والكونتاكت الواصل في الباب ده الهدف منه هو عبارة عن قطعتين تمام بيكون فيه بينهم مغنضة بحيث اول الواحد بيفتح الباب هيفضل الباب مفتوح طبعا المكون المهم جدا تمام اللي هو الاوتو ديلر ده عبارة عن جهاز اتصال تمام بيبقى متخزن عليه ارقام تمام زي ارقام المضافي وارقام الاستعاف ومثلا امن المبنى تمام اول ما تشتغل منظومة انزار الحريق تمام خام يبدأ يعمل رسائل اوتوماتيكلي تمام للمطافي والامن المبنى او الاسعاف تمام وهو طبعا بيكون طبعا متوصل على خط تليفون خارجي عشان كمان يقدر يتصل به الحاجات دي فده بيسمون اوتو ديلر فيه برينتر دي نقدر من خلالها تمام نعمل برينتنج لكل الاحداث اللي بتتم داخل منظومة الفار الارم وهنا بنقول اني والله الاستشاري ممكن ياخد نسخة من كل اللي بتحصل على اللوحة من خلال هذه البرينت وبالتالي هو يعرف كل اللي حصل داخل منظومة الفار الارم في الفترة اللي فاتت واشوفكم في بيديوهات تانية خاصة بالفار الارم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة